بص بقى سيدي أنا موجود النهاردة عشان أعرفك الفرق ما بين الـ HDD والـ SSD وأقولك هل لازم تشتري SSD ولا لا بداية بالـ HDD HDD اختصار لكلمة Hard Disk Drive وده جهاز بتستخدمه في تخزين البيانات واللي جواها استوانات بالدور وطبعا الاستوانات دي لها محرك والمحرك ده بيحتوي على محولات طاقة بتقرأ وتكتب البيانات على القرص الصلب وطبعا الـ HDD بيعتمد على السرعة دوران الاستوانة دي ده كده الحوار كله باختصار شديد نيجي بقى نتكلم عن المميزات الـ HDD بيتماز بالمساحة الكبيرة وده حاجة بتساعدك على حفز ملفات كتيرة واحد حاجة في الموضوع ان سعر الـ HDD قليل مقارنة بباقي قطع الجهاز ده غير ان الـ HDD بتوفر بمساحات كبيرة جداً وبتوصل لـ 20 تيرابايت للهارد الواحد أما بعيوبه فممكن نختصرها في كونه واحد من أبطأ الحاجات الموجودة بعد النت في مصر الـ HDD بطيء فعلاً في الاستخدام وخاصة في البرامج التقيلة أو برامج التصوير والمونتاج صوته عالي للأسف وده بسبب كورس اللي بيدور جواه زي ما قلنا قبل كده ومش بعد خالص تلاقيك قاعد بتستخدم جهازك فأمان الله تلاقيه بيعمل فريز من اللا مكان وبدون سبب مقنع إنما بقى الـ SSD فده إختصار لكلمة Solid State Drive والذي هو عبارة عن جهاز بتستخدمه برضو لتخزين البيانات لكن مش موجود فيه استوانة بالدور وده أبسط تشبيه ليه كأنك بتستخدم فلاشة بالظبط والـ SSD بيتشغل عن طريق نقل شحنات كهربائية لتخزين البيانات وما فوش أي أجزاء متحركة وكل حاجة فيه بتشتغل بالكهرباء وطبعا الـ SSD بيتمازل إنه بيشغل الجهاز فوقت قصير وعمره الإفتراضي أطول واستهلاكه للطاقة أقل مش بيعمل صلوط لإنه مفوش أي أجزاء متحركة وبما إنه مفوش أجزاء متحركة فهو بيتحمل الخبطات على عكس الـ HDD عابو الوحيد بيكمن في إن سعره عالي ومساحته صغيرة لو حطناه في مقارنة مع الـ HDD لكن في الوقت الحالي وفي نهاية 2021 الـ SSD هو مكون أساسي لأي جهاز حتى لو إمكانياته مش قد كده وبس كان معكم محمد مجدي من تيك النورتي والسلام